تقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حبلته أمه وهنا على ود وفصاله في عابين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصفر على ما أصابك إن ذلك من عدم الأمور ولا تصعر خدك للنا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور واقصد في مشيك وانضغ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الهبيل ألم تروا أن الله سفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعر ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوفقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغلي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلاه والبحر يمده من بعده سبعة أبقر والبحر يمده من بعده سبعة أبقر ما نفذت كلمات الله إن الله لطيف خبير إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مظلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل غتار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروع إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ترجمة نانسي قنقر